اشتركوا في القناة تاريخ كبير للوطن العربي تاريخ يعد جزءا من تاريخ أطول يمتد إلى عام 48 عام 48 في القرن الماضي أسست دولة إسرائيل وكانت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى وفي عام 73 في السادس من أكتوبر يوم السبت الذي يصادف تاريخه غدا كانت الحرب الأكبر في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي حرب أكتوبر 73 هذه الحرب ولا داعي لأن نقول أحاديثا بلاغية لكنها حقائق مؤكدة أعادت الكرامة العربية وأعادت أيضا الأرض المصرية كاملة إلا جزءا صغيرا استكمل بعدها بمفاوضات شقة في طابق حرب 73 هي موضوع حلقتنا الليلة سنحاول أن نقترب منها بطريقتين سنقترب منها عبر نوعين من الضيوف سوف نحاول في الفقرة الأولى أن نعرف ماذا يؤرخ وكيف يؤرخ لحرب أكتوبر 73 عبر مجموعة من الشباب الذين لم يحضروها وبعضهم ولد بعد هذه الحرب وفي الفقرة الثانية سيكون معنا شباب آخر سنحاول أن نعرف منهم ماذا يعرفون وكيف يشعرون بهذه الحرب في صراع ممتد طويل سعدنا في الفقرة الأولى أن نكون معنا إثناني من مجموعة أسست في مصر عام 2008 أسست أسيساً واقعياً وأخذت معنا قانوني بعدها هي المجموعة 73 مؤرخين ربما البعض لا يعرف ماذا نعني بهذا لكننا نحن هنا في مصر عبر موقع هذه المجموعة نعرف جيداً ما هذه المجموعة نروح معنا في الاستوديو والأستاذ أحمد زايد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين سيدنا أيضاً يكون معنا الأستاذ يحيقى مصطفى أدو المجموعة 73 مؤرخين أستاذ أحمد أبدأ بحضرتك وأنا يعني دخلت إلى الموقع ليس المرة الأولى بالقطع فوجدت أرقاماً مبهجة في الحقيقة الموقع منذ إنشائه دخل إليه في حدود 28 مليون 39 مليون الآن 39 لا هو الأرقام دي صاح بس كان فيه ديزاين قبل كده ونقلناش الأرقام كان عامل 11 مليون ولما حدثنا الدياتا عامل 28 فبقى 39 مليون قرابة 40 مليون آه من 111 دولة من 111 دولة ولدينا أيضاً يعني في هذا الموقع زوار الشهر الحالي فقط يقاربه 45 ألف إحنا المعدل بتاعنا من 6 ألف إلى 10 ألف في اليوم يومين وده يعتبر رقم كبير جداً مقارنة بالمحتوى اللي إحنا بنقدمه طيب من أنتم؟ ما هي المجموعة 73 المؤرخين؟ ما هذا الاسم المختصر؟ لا هو الاسم الزيوحي بإحاءات عسكرية آه الاسم أنا سرقه من المجموعة 39 قتال مجموعة شيدي بريم الرفاعي والله يرحمه سيد الله وطيار محمد وكاشا كان فيه خلاف لزيز بني وبينه في الاسم بس أنا أصريت على الاسم آه كحباً في المجموعة 39 إحنا مجموعة؟ أنت قلت 39 وإبراهيم الرفاعي وكأننا نعرف المشاهد ربما لا يعرف آه طبعاً المجموعة 39 المشاهد إبراهيم الرفاعي أحد مجموعة المخابرات الحربية اللي كانت بتعمل بتعمل في الاستنزاف وكتوبر عمليات خاصة خلف خطوط العدو وعملت عمليات آه يعني آه يتعمل عليه أفلام وأفلام أنا سجلنا معدد كبير من الأبطال منهم وأي حد بيحب تاريخ العرب المصري لازم يحرف المجموعة 39 وإبراهيم الرفاعي بما لهم من صوالات وجوالات خلف خطوط العدو دي 39 73 بقى إحنا مجموعة 73 الرقم التسكاري لحرب اكتوبر 1929 آه وإحنا مؤرخين بنحاول نحنا نقرخ بنحاول لأن المؤرخ مهمة التاريخ مهمة صعبة جداً عشان نقرخ صح لازم المعركة الواحدة أجيب لها الأقل ثلاث مصادر مهم ده أضعمل على الشاشة الآن لدينا مصادر من عندكم يعني فيديوهات آه لا الحمد لله الحمد لله مرميعة تعرضنا أول مرة قناتنا على اليوتيوب كسرنا الخمسمائة فيديو مهم آه 99% منهم حصري لم يعرضوا في التلفزيون المصري وإنا كنا أهديناكم النهاردة عدد من الفيديوهات للعرض آه آه حاجات يعني خرافة خرافة أنا هتلاحظوا في الفيديوه اهو بالضبط اهو العسكير المصري هو بيقطع العلم الاسرائيلي فيديو ده احنا لسه هننزله على فكرة بكرة على القناة عندنا نا القناة بتاعتنا عام לה 45 اواربعين مليون مشاهدة آه فيها فوق ال 500 فيديو آه والايكونة بتاعتنا اللي هو فيلم الكتيبة الى الدرامي اللي احنا عملناه بالجهود الزيتية في 2016 وكرمتنا عليك قوات المسلح. طيب. استاذ يحيق. استاذ احمد انا سألته برضو مجاوبنيش. تمام. مين انتو? كم عددكو ايه? في البداية بس. بدأتو ايه? خطباتكو ايه? تكونكو عسكريين ولا مدنيين? انتو مين? طيب هستأذن حضرك بس في مص دقيقة الاول. طيب. نترحم بالمناسبة دي على الارواح شهداء مصر على مرة العصور. طبع. وآآ برضو نترحم على كل ابطال مصر اللي توفوا من بعد الحرب لغاية توقتنا هذا يعني. وبندعي بالصحة طول العمر لابطال مصر اللي لسه على قيد الحياة لانه هم فعلا وقود وطاقة مهضرة كنا المفروض نستفيد منها اكتر من كده. لان كانوا يبقى قوة دفع لشباب مصر. امين يا عبد. اه احنا شباب مدني. اه. اكل الواحد فينا. انا خارج ايه? انا خارج تجارة. 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 عزيب. تمام. بس يمكن يكون اللي بيجمعنا انا واحمد غير برضو بقيت الاعضاء. لكن يعني احمد والد بطل من ابطال اكتوبر. اه. وانا والدي اتشرف نوابط من ابطال اكتوبر. فيمكن يكون ده. فتح لنا النافذة لان احنا نهتم بالموضوع. لكن معنا من الاعضاء اللي هو كان فعلا واخد الموضوع برضو اهتمام جاي اهتمام خاص. ممكن ما يكونش حد يشارك في اكتوبر. اه. ولكنه مهتم بالكصة دي. اه. اه. لو لنصر اكتوبر ما كناش هنبقى موجودين واعدين هنا. ده كل المشروعات انا من السويس بالمناسبة. اه. كل المشروعات اللي تمت في السويس وحتى في سيناء والكلام ده كله. كان بفضل نصر اكتوبر. اه. فانا يعني عندي الامتنان وال والاعتراف بالجميل لكل بطل شارك. اه. في حرب اكتوبر لانه كان سبب في وجودي على قيد الحياة. او يعني ان انا جيت الحياة اصلا. صحيح. اه. زرع الانتماء ممكن يكون مهمة سهلة. اه. ومهمة صعبة. اه. البيت زي المدرسة بيبقى عليهم عامل كبير. اه. مع الاسف الشديد واحنا بنشوف الكلام ده حوالينا فيه تراجع كبير في دور البيت. اه. وتراجع كبير في دور المدرسة. اه. مع الاسف يعني. اه. فاحنا بنحاول نعاوض الموضوع ده. اه. طبعا الاول كانت بالنسبة للموقع يعني كنا بنحاول نروح للقصص المكتوبة. اه. اه. او الكتابة. اه. بس في عزوف من الشباب عن ان هما يقروا. اه. بدي كانت مشكلة. اه. فابتديني نطور للمحتوى بتاعنا بحيس ان احنا نعمل فيديوهات. سواء بقى اه افلام وصائقية او ان احنا بنفسنا بنعمل فيديوهات. اه. عدد قد ايه? بنزيده بنقل ان احنا عملنا تطوعي. اه. يعني العدد. لا الناس ناشطين داخل مجموعة يعني. قوامهم. السؤال ده محرج احمد يرد عليها. لا تقريبا. العدد حوالي اه اه يحيى مسك مكتب السويس وبرسعيد والقناة. ما عندنا مكتب اه في اسكندرية فريق اسكندرية. اه. 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 ماسكها مدام منان المغربي. اه. اه. بصحفية. اه. اه. ومعنا فريق تسجيلات في القيارة. عددنا حوالي ما بنتكلم في حوالي الخمسة عشرين. بس اف ان داون ان العمل التطوعي للأسف في مصر. اه. مش مفهوم بالمعنى. ال. لا يا ما فيش كوميتمند. ما فيش التزام. اه. فهنيجي يلاقي الناس تخش معنا. بنقدم ننزل اعلان. عايزين متطوعين. يجي شباب كتير جدا. اه. يلاقوا ان الشغل بجد. اه. يصف صفوا على اربعة خمسة فريق تسجيلات معنا. اه. بيفرفروا مننا ان احنا بغدين امر بجد. اه. لان احنا بنسابق الزمن. عشان نرحى الابطال. احنا مسجلين مع حوالي سبعمائة بطل من ابطال حرب اكتوبر. تسجيلات. السنة اللي فاتت بس. اه. والسنة دي. الفين وتسجلاتاش. الفين وعشرين. توفي مية وخمسين ملي احنا مسجلين معهم. ويحي ماسك. من متين وعشرين. لا من سبعمائة. سبعمائة. اه. 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 احي بيكلم بطل. ياخد معاد. نجي نأكد معاد. لا البطل اتوفى. اه. فالبطل طبعا الله يرحمه. ده معادو. اه. بس ده احنا بنعتبر ان ده اصير مننا. عشان دي قصة وبطولة وتاريخ ضع مننا. طيب. انتو يعني الموقع الحقيقة غني. وفيه ابواب كتير. اكتر من الفين عنوان. عنوان كتيرة جدا جدا جدا. انا يمكن بدأت او يعني اللي كان بمناسبة تذكر اكتوبر. اه بصيت على اكتوبر. تمام. الحاجات اللي موجودة فيها انا بتشايف اه عشرات كثيرة. تمام. المواد. المشاهدات كبيرة. احنا عملنا حاجة احلى بقى زي ما استوزيحي قال لحضرتك. اه. احنا الموقع بيخش عليه حوالي من ستلاف لعشر تلاف زيار في اليوم. اه. لكن لما احنا ابتدنا نتكلم مع الشباب ونقرب من الشباب. طب اديني اه القصة البطل. اه. اه. في تلت تصدر. ازاي طيب. اه. عملنا انفو جراف للبطل. اه. بقى اه. طب اه اه. فيديو. طب احنا نحول عملنا سلسلة اسمها اسرار وخفاية حرب اكتوبر. تمام. انا اللي بقدمها هو انا مش اهلامي. اه. بس عشان اه الشطرة بتخزك برجل احمر زي ما بيقوله. اه. احنا بنعملها وبالموبايلات ياما بالكاميرات. اه. وصلنا لحوالي ستة وتلاتين حلقة. ابتدنا حرب اكتوبر من امتى? يناير الف تسعمائة وستين. الكمين الاول اللي اتعامل لمصر. لما اتقال ان فيه حشود على سوريا. اه. يناير ستين ومصر دفعت جيشها. تمام. والاتكرر في سبعة ستين. اه. سبعة ستين بالتفصيل. الاسنزاف بالتفصيل. اه. بالتفصيل الممل لحضرتك. اه. يعني. وبشهادات حية وفيديوات حية. اه. ودخلنا في حرب اكتوبر. بإذن الله يعني احنا نزلنا الضربة الجوية. اه. والعبور كل واحد حلقة مستقلة. وكل يوم يبقى كل يوم لوح حلقة بتاعته. اه. بحيس انه ده يبقى ارشيف موجود للشباب والاجيال الجديدة الحلقة عشر دي ربع ساعة. اه. يعرفوا تاريخ بلدهم بشكل مبسط. اه. ويعني للأسف انا مش يعني مش كارزمة الاعلامية القوية اللي هي تشد الناس. بس المحتوى اللي بنقدمه. ما ندرش نعمل. لا بحيس في مشاهدة كبيرة ويا سيزحي. يعني مثلا لفت مظري في المواد يعني حب نكتوبها عشرات كثيرة. يعني المشاهدة او المطالعة او التصفح. اه. بيوصل لألاف كثيرة. اه. يعني يمكن اكترها قدامي. يمكن ده يأكد كلام الاستاذ احمد. اه. يمكن اكترها اه. في مئة تسعة وشيء. حول مئة وتلاتين الف. ايه. مطالعة اللي هو بقى نبزة عن حرب اكتوب. نبزة. عشان مختصر. بمعنى. هل انتو يعني جمهوركو. انتو تستهدفوا مين? هل تستهدفوا. احنا بنستهدف من اول الطفل اللي ممكن يعني يتفرج على الفيديو ويشده منظر معين. اه. خلق يبتدي يستوعب يعني. اه. لغاية. اه. السن بقى الى ما شاء الله. ليه? لان ممكن يكون فيه ناس عندها مفاهيم مغلوطة. اه. بمعنى انا كنت قابلت ناس كبيرة في السن. اه. يعني عصر وزمن الحرب بس ما حربوش. اوكي. كانوا تخيلين ان يوم 6 اكتوبر الحرب خلصت وانتهى الموضوع على كده. يعني يوم 6 اكتوبر مصر انتصرت والموضوع خلص. لكن القصة ما وفتش لحد كده. طبعا. القصة طبعا زي ما حضرتك عارف. يوم 6 اكتوبر كانت البداية بداية اقتحام. مش عبور كناة السويس. لا. لا اقتحام كناة السويس. لان ده ما كانش موضوع سهل. طبعا. اه. مرورا بقى بالايام والاحداث اللي حصلت. لغاية لما حصلت قصة الصغرة. اه. ووصولا للبطولة اللي عملتها بقاطة الصعقة في في الاسماعيلية. منعت العدل الاسرائيلي ان هو يخش. وبعدين لما حاول يخشه السويس وبطولة المقاومة الشعبية. فان احنا نصيغي الكلام ده كله والناس تستشعر في ظروف صعبة زي مثلا ممكن مثلا وقت الكورونا الناس متضامنا وكلام من ده. نستلهم من الاحداث دي. الناس كانت بتوفى ظهر بعض ما فيش لقمة كانوا بيقسموها مع بعض. صحيح. ما فيش مية كانوا بيتصرف ويجبوا مية مع بعض. احنا الزرع الوطنية هو يعني او الانتماء هو بالنسبة لنا التارجة الاول. اه. اه ممكن يكون في جهات معانية بالكلام. وبنقدموا لكل الاعمار باشكال مختلفة من تمانية لتمانية وتمانين. يعني احنا لسه من اه حوالي اسبوع مع صديق لنا اسمه احمد امين من السويس شاب مبدع جدا. اه. عمل فيديو جرافيك اه مقارنة ما بين مش مقارنة تشبيه ما بين اه ابراهيم الرفاعي وشيد احمد منسي. عمليتين من هنا عمليتين من هنا غيرت لما استشهدوا وتقابلوا في الجنة. الفيديو الكارتون ده وتنازل فري للناس على اليوتيوب. تمه. الهدف منه ايه? الشباب صغير. معي يا حضرتك? المقالات للناس الكبيرة. فيه دراسات عندنا عاملينها. وفيه ناس بيخش يعملوا دبلومات وماجستير من عندنا. احرج عليها الموطة دي برضو في المحتوى يهم السادة المشاهدين لانا باستعذنهم. المشاهدين الكرام نخرج الى فاصل قصير نعوده بعده لنستعني في حوارنا مع عضيفين. اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى نواصل قوارنا مع عضيفين الكريمين. طيب ارجع مرة اخرى لستاذ احمد زايد للمحتوى بقى. يعني انتو قلتوا حضرتكم انتو بتتوجهوا الى يعني من سن تمانية لتمانية. وتمانية. وتمانين. طيب الادوات اللي بتستخدموا انتو بتتكلموا على المجموعة الثلاثة وسبعين مؤرخين. هو التاريخ علم. اكيد. يعني علم يعني متعدد كمان المراحل. متعدد الادوات متعدد المناهج. هل انتو بتقدموا المادة اللي بتقدموا. ايا كان شكل التقديم سواء فيديو ولا صورة ولا وثيقة. هل بتخضع لأي مراحل من مراحل التوسيق والتأكد من التاريخ? هبصي حضريرك من نسبة مثلا لو هنتكلم على قوات الجوية. قوات الجوية كان عددهم كلهم على بعض تلتمية طيار مثلا. اه. فمسهل جدا احنا نوصق. اه. لكن لما هنتكلم على حتى معركة الجزيرة الخضر احنا سجلنا مع الاربع زباط المصريين. اه. اللي قادروا المعركة وجبنا الوسائق الاسرائيلية بتاعتهم. اوك. لكن لما هنتكلم على مستوى الجيش المصري. خمس فرق ومشها عبر التمانين الف. ان انا اقدر اوصق قصة ده واحد العسكري العسكري. ده مستحيل بعد سبعة واربعين سنة. اه. المفروض كان الموضوع ده يتعمل. اه. سنة اربعة وسبعين. والشهادات لسه واضحة والناس لسه عايشة. اوكي. لكن احنا منتكلم على سبعة واربعين سنة. انا عندي حل من اتنين. يا اما هاخد شهادة البطل دي. هحاول اوصقها. تبقى للمصادر والكتب الموجودة. اه. يا اما هقول له شكرا ومش عايزين اه مش عايزين شهادتك. وده ما ينفعش. فانا احنا محطوطين في كورنر. ان احنا بناخد الشهادة نوصقها. اه. يعني احنا بنسجل مع بطل. امتى تتعرض بطلته. بعد ست سبعة تشهر على موقعنا. امه. اتعدي على مراحل كتيرة. وللتضقيق لغوي. وبعد كده تضقيق تاريخي. امه. لان في ناس في بطل يعني يا ربنا يدي له الصحة. كنا مسجل معه من ثلاثة ايام. اه مش عارف الحرب كان ستة او سبعة. انه بعد الحرب حصلت له حادثة. كان شغل سواء في نهاية النقل العام. عسكري عادي. امه. انا مشفق عليه بعد الفترة دي. امه. محدش افتكره. ومحد يا راجل بيقولي يعني انا مخدتش اي حاجة. اقول انت مش كفاية وسام ان انت عبرت القناة. امه. ده بالنسبة لك ده كفاية جدا. امه. لكن الفكرة كلها ان التاريخ عندنا اه لازم ان انا كمرجع تاريخي. امه. ان انا اجيب القصة الوحدة من ثلاثة مصادر. وده مستحيل بعد سبعة عربين سنة. طيب ده ده يرجعني بقى لنقطة اخرى يعني بعض الروايات بتقول انه تم تصوير حرب اكتوبر من قبل قوات المسلحة. او اجزاء منها. اهو ده مش. البعض ذكر هزا. لا احنا اول كاميرا عبرت يوم تمانية. وعندنا الفيديو بتاعها اللي عبرت فيه مع المراسلين الاجانب. اه هل كل الفيديوهات ده عندك يا سيد احمد? يعني دفع رسمية. معه زي ما سيد احمد كان قال من شوية احنا بنجيب الفيديوهات بتاعتنا يعني مع الاسف من مصادر خارجية. تمام. اه ممكن ممكن تكون الجهات الرسمية عندها فيديوهات ولم يتم الافراج عنها. امه. ومش مزاعة ومش معلنة. تمام? لكن احنا بنحاول نوصق الحاجات دي عشان اللي بيتفرج يبقى متخيل الجو كان عامل ازاي? امه. اه عايز ارجع بس الحيطة التوصيق. احنا بالنسبان لما بنجي نوصق مع بطل اللوحة بتاعتنا بتاعت الحرب عبارة عن بازل. يعني واحد بيحكي حكاية. واحد تاني بيحكي حكاية تانية. لما بيتفقوا في حاجة معينة احنا بنتأكد من صحة الرواية. امه. لما بقابل بطل. ما يعرفش بطل تاني. وبيحكوا سياق معين حصل. امه. بتأكد. لان احيانا اوهات النظر الشخصية. امه. بتتدخل. امه. زي ما احنا لغاية دلوقتي ممكن حد يقول ايه? لا اشتاز لي كان صح. لا استادات كان صح. صحيح. احنا في الاخر المشن او المهمة الاساسية اللي هي الانتصار او تحقيق مسلا الهدف الاستراتيجي من المعركة. امه. اللي هو الحصول على خط مسلا بعمق 15 كيلو متر في عمق سينة. امه. تمام? اضيف على كلام يا احيانا اخذ منك النقطة بس. ان فيه شهدات احنا رفضنا ان احنا نعرض. امه. نرفضنا ان احنا ننشرها. امه. لان الواضح جدا كان على مستوى القوات الجوية والطيارين. امه. ان الطيار اللي بتكلم بينسب لنفسه حاجات ما حصلتش. امه. وده عن طريق مين? عن طريق الضباء الطيارين اللي معاه في السرب. عن طريق قاعدة السرب. ليه يا فندم حكم السن. حكم الزمن. حكم الزاكرة الاختيارية اللي بتختار احداث معينة. امه. فانا مقدرش ان انا طال يعني احنا كنا نتكلم ان شهدات ضربة الجوية. من اعيشنا طول عمرنا على المقولة بتاعت حسن مبارك نوم خمس طيارين. امه. احنا طلعناهم حداشر طيار اللي استشهدوا. بقى اسمقهم بصورهم. ووسقناهم القوات الجوية ونشرناه في فيلم الابابي اللي احنا عملناه. امه. نعملنا ثلاث افلام موسيقية وفيلم درامي. فلما احنا وصقناهم والله العظيم الفان. كلمني ناس آآ من قريب آآ الشهداء. بيقولوا انت اول ناس تجيبوا سيرة اخوية. محمد كامل. احد الشهداء. احد الشهداء. الستوشيل يوم ستة اكتوبة. روحنا عندنا الفيديو الوحيد. وللاسف ده فيديو اسرائيلي. فيديو الوحيد للضربة الجوية. كان متصور سياح في شرم الشيخ بيستحموا في وحصل الدربة الجوية وصوروه. وده موجود على القناة عندنا. فاحنا بنضطر ان احنا نجيب فيديوهات من برا. بس بتوسق الحدث. علشان نقدم للناس. كل يوم بنقدم صورة جديدة. آآ كل يوم بنقدم فيديو جديد. كل يوم بنقدم معلومة جديدة. عشان الناس زهقت وملت. من الناس اللي بتطلع كل سنة. من الناس اللي اه التبوهات اللي شغالة. عبر قواتنا قناة السويس. الجيل تغير. الشباب عايزين حاجات جديدة. انا عنا شباب الفقر اه. طبعا. 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 انا انا يمكن بالصدفة او غير الصدفة. يمكن من خلال الشهرين الاخيرين. انا شخصيا كنت مهتم بتاريخ الحرب العالمية التانية. طبعا. واتفرقت على عشرات. اه. من الافلام الوسائقية والدرامية. وافلام خاصة بالشخصيات. من اول تشيرشل لغاية هتلر. اه. وشفت يعني كيف يؤرخ اه لمثل هزي الحروب الكبرى. طبعا. يعني انا التانية عدد ضحاياها وعدد اطرافها مرعب بالنسبة لحرب اكتوبر. لكن في تاريخنا حرب اكتوبر اه تستحق مثل هذا الاهتمام. هل انتو كمجموعة تلاتة وسبعين عندكو اي مشروعات او اي افكار كبيرة للتاريخ بما فيه بقى الحصول على الوسائق الاكثر يعني دقة. الفيديوهات اللي ممكن تبقى موجودة ومش عارفين توصلولها. التعاون مع جهات مصرية او دولية لاخراج شيء مؤرخ يجذب الشاب انا كل اللي بفرج عليه في الحرب العالمية التانية بيجذبني. مش عشان انا اوروبي وبحب الحرب العالمية التانية لكن اللي انه مقدم بطريقة. بشكل جايد. اه اولى موساقة جايد جدا. مؤرخة كويس جدا. بتطلق انتو شارعين بيها. لكن كمان متكملة. احنا بنحاول زي ما حضرتك كنت بتقولي دلوقتي ان نوسك الشغل بتاعنا سواء كان بنسجل مع البطل صوت بناخد وثيقة او فيديو او حاجة زي كده. بنبقى متأكدين من صحية الوثيقة بنرجع يعني احيانا بيقف ايدينا وصائق. اه. بنرجعها مرة واثنين وتلاتة لان بنبقى شكين ان ممكن تكون معلومة متسوسة. اه. تمام? اه. نتأكد منها بنبتدي نكمل على هذا الاساس. الافكار بتاعتنا بقى للي جاي. بناء على الداتة اللي عندنا. اه. وفي داتة كتيرة جدا. اه. يعني احنا محتفظين بها عشان خاطر يعني نحاول نزهرها بشكل احسن من كده. اه. عايزين نعمل افلام. عشان الافلام هتبقى سرع حاجة انتشارا بالنسبة الاجيال الحالية واللي جاية كمان. اه. حالك شفت اه. اكمل على ياحي. حالك شفت الاختيار قصة احمد منسي عمل رد فعل ازاي. صحيح. احنا قريدي واخدين موافقاتهم جاهزين. فيلم سينما من خمس سنين عم معركة المنصورة الجوية. اه. وقوات الجوية ده هنت الطيارات. وآه جاهزين واخدين الموافقات. اه. لكن الانتاج تراجع. وكان مرشح ليه اه احد نجوم الصف الاول. والفيلم جاهز للتصوير. عشان الكوة النعمة دي احد الادوات اللي احنا بنحاول نستخدمها. طبعا. طبعا. احنا لما عملنا فيلم الكاتيبة الربعمية وطمانتاشر وتزعى الفضائيات ببلاش مجانا عمل حالة جامدة جدا وقوات المسلحة عرضتها على وحدات الدفاع الجوي. وفي تيتر النهاية كاتبين رسالة لسيادة الرئيس. تم استكمال هذا الفيلم بمساهمات الشعب المصري. اه. اه. كم ويلكم منين? زاتي. احنا مناش يعني. يعني مش عايز سأل على ارقام. احنا متخيلها. احنا متخيلها حاجة متواضعة عجيبة. احنا تحت الصفر. احنا تحت الصفر. مفيش تموين. هلفي هلفي نزراء ليكم في مصر انتو دلوقتي مؤسسة اهلية. طبعا نزرات التضامن. تمام. هل في اي مؤسسات اخرى مهتمة في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين. اه مؤسسات غير رسمية. غير رسمية. لأ اول غير رسمية. بس هو برضه انا كنت عايزها لتلنطباه لحاجة. فيه ناس كتيرة بتكتب عن قصص ابطال اكتوبر هو عبارة عن بياخد القصة مكتوبة جاهزة من اي مكان مش شرط مننا بس ممكن يكون اخذ القصة كده لكن الفرق مننا ومن اي حد اننا بقعد مع البطل وباخد منه الحكاية لا المفهوم طبعا بس بقاتل ايه المؤسسات الاخرى الشبيهة بيكوا في الاهتمام بالحرب انا عازل لكم حاجة يعني الحروب ازاي عند الامم الحرب العالمية التانية اسمها كده في العالم بس عند الروس اسمها الحرب الوطنية العظمى ليه لانه دفع فيها تمن غالي لغاية وقدر يصد يعني الهجوم النازي عن بلاده ومعركة ستالينجراد يؤرق لها في العالم فبسماكت سمنا الحرب الوطنية العظمى احنا اكتوبر بالنسبة لنا الحرب العظمى فايه المؤسسات الاخرى غير الحكومية المهتمة زيكم بهذا بالتأمي في محاولات فردية وفي مجهودات فردية ابطالة تونسة سامح طلعت من شرم الشيخ شغال من شرم الشيخ بيعمل مجهود رهيب ما بيجيش الكاهرة شغله هناك وبيتواصل مع الابطال وبيطلع بطولات كتيرة لكن كلاما حولات فردية احنا بقى بنتعاون مع مؤسسات مع الدولة بنتقاون مع مؤسسات معينة مع الهائة العامة للإستعلمات مثلا تعاوننا وقدمنا وقدمنا بروتوكول ومع مزارة التعليم مزارة التعليم يعني مش عايزة أقول لحدها كانت اللي حصل مشكلة كبيرة جدا انهم هناك مش متفاهمين مدى الخطورة على ولادهم على الأطفال احنا عملنا 238 ندوة وناخد الابطال للمدارس والجامعات من اسكندرية الأسيوت بس ايه اللي بيحصل المدرسة هاي اللي بتتصل بنا او كلها اللي بتتصل بنا بتجهار رقفار دي طب انا يعني قدامي دقيقة دقيقة ونص عايز منكو انا الحقيقة مقدر للغاية الجهد الوطني والعلمي او العلمي الوطني يعني الاتنين الحقيقة وده حاجتين يجب ان يجتمع معا التكامل وطنية وعلم انتو تطلبوا ايه ومن مين عشان العمل ده يتحول من مجموعة 73 الى شيء اكبر يستحق حرب اكتوبر انا هستأذن بس في حاجة يعني ان اللي لايكوش احنا على الهوى اطلبوا انا هطلب حاجة يا سيد احمد وبعد كده اطلب حضرتك بعد الحاجة بعيدة عن المجموعة انا اطلب واتمنى تكريم كل ابطال اكتوبر ان كان فيه قدرة او استطاع يتم تجميعهم باي وسيلة واحنا نقدر نساعد الدولة نعرفه استاذ القاهرة يجوا الابطال يتكرموا يقفوا في نصة الاستاذ يتكرموا واهليهم يجوا انا اتمنى لان هم يستحقوا وحتى تكريما لارواحهم واسامي الشهداء برضو يتكرموا يبقى ياريت الكلام تكريم معنا تكريم معنا طيب بنسبة المجموعة بابا سيد احمد سيد احمد طالب ايه وطموحك ايه من اي جهة في مصر انا طموحي انا 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 طموحي اه ان صوتنا يوصل لسيادة الرئيس وهو ووصل وشاف فيلم الكتيبة ربعمية وطمانتاشر كما علمنا ان احنا نوصل لسيادة الرئيس ان احنا بيقابلنا عقبات وبيقابلنا اه اعداء نجاح قصدين ان هما يوقفوا شغل المجموعة طلامتك ايه يا احمد اه دعم معناوي من سيادة الرئيس برعايته برعايته اقول لو دعم مادي طبعا بدي حفتحللنا بواب كتيرة جدا بس مجرد ان احنا نبقى في رعاية سيادة الرئيس مش هنتطلد من وزارات زي ما اطلدنا من وزارات طبعا انما منوش باللي احنا بنقدمه رجال الاعمال في مصر الوطنين بتطلبوا منهم اي دعم اه طبعا 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 طلبنا وطلبنا في فيلم الربعمية وطمانتاشر لأ على الهوى اه طلبنا اقول اسماء لا ما اطلقش اسماء اقول والله يعني احنا مكرر الطلب مكرر الطلب لا يعني انا دلاتي انا هقول لحد ايك حاجة ومش هتكسف طب فيلم الكاتيب الربعمية وطمانتاشر فيلم درامي قعدنا سبعتاشر جين بنصوره كلف تسعمائة اتنين وثلاثين الف جنيه مليون الا وشباب متطوعين وطلع فيلم اعتقد الموجود على اليوتيوب اعتقد ان هو بقدر الامكانيات كويش حلو يعني احنا ممكن بعشر مليون نعمل عشر افلام احنا قدمنا للجمهورية من سنتين مشروع عشر افلام بمئة مليون بما فيهم كلها افلام سينمائية بما فيهم فيلم معركة المنصورة وفي انتظار يعني مباركة سيادة الرئيس لنا لرعايته انه هي رعاية المجموعة يقول الولاد دولت بيعملوا حاجة كويسة ابعيدوا عنهم اهل الشر اللي جواه البلد رجل السهل وصلت كل عام وانتم بألف صحة وسلامة شكرا شكرا جزيلا على تشرفنا في الحالة قديمة أستاذ جيحة مصطفى عدو المجموعة تاتسابعين مورخين أهلا مليك في نورتنا صلاح مزايد مؤسسة المجموعة تاتسابعين مورخين وشرفتنا أيضا مشاهدين الكرام نخرج الان الى فاصل قصير ونواصل الجزء الثاني من حلقتنا الليلة احتفاءا واحتفالا بحرب اكتوبر تلاتة وسبعين